بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم جميعا نواصل شرح وحل تدريبات مادة اللغة العربية درسه اليوم في القواعد الإملائية نتناول قاعدة الهمزة المتوسطة الهمزة المتوسطة كيف نكتبها ومتى تكتب على السطر ومتى تكتب على النبرة وأيضا الحالات الأخرى نتناول الحالات التي تكتب فيها الهمزة المتوسطة على السطر تحديدا هيا بنا نتعرف أولا ثم نتعرف على القاعدة ثم بعد ذلك نكون بحل الأنشطة أنشطة شاملة وهي أنشطة كتاب الأضواء على هذه القواعد الإملائية هيا بنا تابع معي حتى النهاية ولكن كالعادة قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة شرف لنا انضمامك إلى قناتنا ودائما في خدمتكم لا تنسى أيضا الإعجاب والمشاركة الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين هيا بنا نبدأ تعالوا بنا إلى هذا الملخص ملخص صريع لقواعد كتابة الهمزة المتوسطة ومن يتابع القناة يعرف أننا في الفيديوهات السابقة تكلمنا أيضا عن حالات الهمزة المتوسطة تكلمنا عن جميع هذه الحالات ولكن نجملها في هذا الفيديو تكتب وفقا أو على حسب قاعدة أقوى الحركتين يعني حركة الهمزة وحركة ما قبلها نشوف الحركة اللي هي الأقوى فبالتالي بترسم على ما يناسبها أقوى الحركتين أقوى الحركات لدينا الكسرة ثم الضمة تليها الفتحة وأخيرا السكون إذن أقوى الحركات احفظها جيدا الكسرة ثم الضمة تليها الفتحة وأخيرا السكون طيب متى ترسم على الواو متى ترسم الهمزة على الواو إذا كانت الهمزة مضمومة هذه حركة الهمزة وقبلها ساكن هذه حركة ما قبلها يبقى إذن بننظر إلى الحركتين طيب في هذه الحالة ترسم على وو كذلك إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها مضموم وكانت الهمزة مفتوحة وقبلها مضمومة هذه هي أشهر الحالات لرسمها على الواو طيب متى ترسم على الألف إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها مفتوح إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ساكن إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح كل هذه الحالات نتناولها في هذا الفيديو بالأمثلة هذا ملخص فقط الحالة الثالثة متى ترسم الهمزة على السطر وهذا تحديدا يعني نركز عليه ونتناوله في هذا الفيديو ترسم على السطر إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ألف مد وقبلها ألف مد ترسم أيضا على السطر إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ومد وكذلك إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها وساكنة حالات مهمة وخصوصاً اللي هي على السطر متى ترسم على النبرة الحالة الرابعة إذا كانت الهمزة مكسورة مجرد ما كانت الهمزة مكسورة بدون النظر حتى إلى حركة ما قبلها لماذا؟ لأن كما قلنا الكسرة هي الأقوى دائماً ما فيش حاجة أقوى منه فبالتالي طالما لقيت الهمزة مكسورة مباشرة ترسم على النبرة فالنبرة أو الياء تناسب للكسر كذلك إذا كان ما قبلها مكسور خلاص يبقى إذا لو الهمزة مكسور أو ما قبلها مكسور في الحالتين دول ترسم مباشرة على نبرة كذلك إذا كان ما قبلها مد بالياء كل هذه التفاصيل وأكثر تابعها معي هيا نبدأ مع أول نشاط هنا النشاط الأول يقول بين سبب رسم أو كتابة الهمزة المتوسطة على هذه الصورة في الكلمات التالية طبعا غني عن التعريف يعني تعرفون أن الهمزة المتوسطة هي التي تكتب في وسط الكلمة غير الهمزة متطرفة اللي هي بتكون في آخر الكلمة وتناولناها أيضا بالشرح طيب كلمة يتساءل لاحظ الهمزة هنا رسمت على السطر لماذا؟ هل تتذكرون السبب؟ نقول قلنا أنها تكتب وفق قاعدة أقوى الحركتين حركة ها حركة الهمزة وحركة ما قبلها إذن نكتب أولا حركة الهمزة فنقول لأن الهمزة كما ترى وكما تسمع يتساء ها الهمزة أي مفتوحة تمام يبقى إذن لازم تنطق لازم تنطق طبعا الكلمات ممكن ما تكونش متشكلة فأنت لازم تشوف تشكيلها من خلال النطق يبقى هنا الهمزة مفتوحة وقبلها ألف مد أو حرف مد إذن الهمزة مفتوحة وقبلها ألف مد أو حرف إي مد طيب كلمة عباء عباء نفس السبب نفس السبب نكتبه هنا إذن عباء الهمزة مفتوحة وقبلها ألف مد أو حرف مد كلمة رائد إي هنا الهمزة مكسورة وقبلها ألف مد أيضا طالما الهمزة مكسورة ترسم مباشرة كما قلنا على النبرة أو على الياء يعني ترسم على نبرة طيب هنا كلمة مروءة مروءة الهمزة كما ترى نقول لأن الهمزة مفتوحة الهمزة هنا مفتوحة طيب وقبلها وقبلها ايه قبل الهمزة مروءة احسنت عايزك تنطق معايا كده يبقى ايزا قبلها وو مد قبلها وو ايه مد أو ممكن تقول حرف مد مباشرة طيب ننتقل للسؤال التالي كلمة سائح الهمزة سائي الهمزة طبعا مكسورة طيب وبعدين وقبلها حرف مد نفس المثال اللي هو السابق ده يبقى زي رائد وهنا سائح طيب كلمة مئة كلمة ايه مئة اللي هو الرقمية ما تشكيل الهمزة الهمزة مفتوحة كما ترى وقبلها ايه كسر قبلها مكسور وقبلها ايه مكسور فبالتالي ترسم على نبرة لأن الكسر أكوى كلمة بئر هنا بقى حاجة جديدة خلي بالي بئر الهمزة نلاحظ هنا في كلمة بئر أن الهمزة ساكنة الهمزة عليها سكون طيب وحركة الحرف اللي قبلها طبعا مكسور يبقى اذا نقول وقبلها مكسور طيب كلمة بي اه الهمزة هنا مفتوحة ايضا الهمزة مفتوحة طيب وما قبلها وما قبلها نقول أنه لاحظ بي اه بي اه دي اي دي يا حرف مد حرف المد بنعرفه ازاي لو كانت يا يبقى ما قبلها مكسور لو و يبقى ما قبلها مضموم طيب لو الف ما قبلها مفتوح دي حرف المد طيب يبقى اذا بي اه نقول وقبلها ايه قبلها حرف مد او قبلها يا مد كلمة كؤوس كلمة كؤوس رسمة الهمزة هنا على نبرة لأن الهمزة هنا مضمومة الهمزة مضمومة طيب وما قبلها مضموم ايضا وما قبلها مضموم ترسم هنا في هذه الحالة على النبرة طيب كلمة خطيئة خطيئة زي كلمة بيئة بالضبط يبقى ايزا الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مد او يا مد ننتقل الى النشاط الثاني صوب ما تحته خط في كل جملة من الجملة الاتية او التالية نتائج الامتحان مرتفعة كلمة نتائج طبعا هنا خطأ تكتب هكذا نتائج الهمزة تكتب على نبرة لماذا الهمزة مكسورة وقبلها الف مد او حرف مد كلمة طبعا دي هيئة يقصد طبعا للكلمة لما يكون نكتوبها غلط يكون شكلها غريب طيب طيب هيئة الطالب هيئة الطالب غريبة وطبعا هيئة الكلمة دي غريبة فعل طيب نقول هيئة تكتبها كذا هيئة هيئة الهمزة هنا مفتوحة الهمزة مفتوحة وقبلها ساكن فترسم على نبرة قائل النصي أحمد بك شوقي قائل كلمة قائل هكذا ترسم الهمزة على نبرة لماذا الهمزة طبعا ترسم على نبرة لأنها مكسورة وقبلها الف مد القى الرئيس كلمة رائعة كلمة الرئيس الهمزة أيضا على نبرة لماذا الرائي الرائيس لاحظ الرائيس الهمزة طبعا هنا مكسورة وقبلها قبلها أي فتحة الرائيس طيب فترسم على نبرة دي كلمة ايه رئة رئة المريض ضعيفة كلمة رئة ترسم الهمزة أيضا على نبرة رئة لماذا لأن الهمزة مفتوحة وقبلها مكسور الكأس يقصد هنا كلمة مملوقة مملوقة بالماء كلمة مملوقة الهمزة تكتب على السطر لماذا لأن الهمزة مفتوحة وقبلها ومد أو حرف مد قرأت رسائل كثيرة كلمة رسائل الهمزة أيضا على نبرة لماذا لأن الهمزة مكسورة وقبلها ألف مد أو حرف مد المهملون مخطئون مخطئون في حق الوطن كلمة مخطئون طبعا خطأ تكتب هكذا مخ لازم تشكل الأول إذا ما قلت لك الحركتين أو الحرفين حركة الهمزة وحركة ما قبلها مخطئون الهمزة هنا مضمومة وقبلها مكسور لازم تحفظ القواعد كويس جدا عشان تعرف تكتب الهمزة مباشرة هيا بناء إلى النشاط الثالث أكمل كل جملة بكلمة بها همزة متوسطة يبقى هنا مشترط لازم تكون الهمزة متوسطة سواء على سطر أو على نبرة يبقى خلي بالك مش أي همزة متوسطة لا ده هو لازم تكون الهمزة على سطر أو على نبرة مش عايزها لا على و ولا على ألف خلي بالك بقى يبقى لازم فيه كلمات محددة الكتب مفيدة نقول مثلا قراءة 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 الهمزة هنا على السطر لأنها مفتوحة وقبلها ألف مد قراءة الكتب مفيدة الزجاجة نقول ممتلئة أو مملوئة الاثنين صح طيب مملوئة كتبناها قبل ذلك مملوئة تكتب على السطر لأنها مفتوحة وقبلها حرف مد أو ومد مملوئة طيب الطلاب خلي باك ده هنا مضاف إليه خلي باك هنا مضاف إيه مضاف إليه عايزنا كلمة طبعا اسمي يكون إيه مضاف بقى نقول نتائج مثلا نتائج هكذا الهمزة هنا مكسورة وقبلها ألفو نتائج الطلاب رائعة خلي باك الهمزة أيضا هنا أهي متوسط وترسم على نبرة على صحتك أنا أقول أو أنا خائف خائف على صحتك خائف الهمزة هنا مكسورة وقبلها ألفو ومد يشعر بالعطش الصائم الصائم يشعر بالعطش الهمزة على نبرة لأنها مكسورة وقبلها قبلها طبعا ألفو ومد حيوان مخيف طبعا عايز همزة متوسطة لاحظ كل ده همزة متوسطة على السطر أو نبرة فقط كلمة مثلا الذئب 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 المكسورة هي والهمزة أيضا مكسورة الذئب الهمزة ساكنة الذئب هكذا لذلك طبعا الكسرأكو فترسم على ما يناسب الكسرأ فترسم على نبرة الذئب بعد ذلك كل إنسان مسئول مسئول عن عمله كلمة مسئول ترسم هكذا على نبرة ترسم على نبرة أو على واو هنا ترسم أي على نبرة هكذا لأنها مضمومة وقبلها ساكن مسئول عن عمله لا من رحمة من رحمة لا تيأس أو لا نيأس لاتيأس هكذا الهمزة هنا مفتوحة الهمزة مفتوحة وقبلها أي ساكن ترسم على نبرة طيب تعالوا بنا بعد ذلك إلى المعلم فأجاب سئلا 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 الهمزة هنا مكسورة وقبلها مضموم الهمزة مكسورة وقبلها أي مضموم طيب صفة جميلة صفة جميلة نقول مثلا المرو الهمزة الهمزة طبعا على الوا ولا على ألف ولا نبرة طيب كلمة تفا لا لاحظ ده فعل أي فعل ماضي تكتب هكذا تفا الهمزة أي على نبرة ولا على السطر على السطر تفا لا هكذا الهمزة على السطر ليه لأنها مفتوحة قبلها ألف مد تناولناها في أكثر من كلمة كلمة فا إي إي الهمزة مكسورة أي فا إيه ده يبقى إذا مباشرة ترسم على نبرة لأنها مكسورة وقبلها ألف مد طيب كلمة مط ما إن مط ما إي طالما الهمزة مكسورة مباشرة ترسم على آآ نبرة وقبلها مفتوح هنا كلمة آآ رئيس را الهمزة أيضا مكسورة را إي را إيس قبلها مفتوح والهمزة مكسورة فترسم مباشرة على نبرة ننتقل إلى نشاط الخامس اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين الوطن نختار الكلمة الصحيحة كالأم عند اتصال الكاف بكلمة تبدأ بأل هكذا فلا تحزف الألف لا تحزف ألف الوصلة هذه طيب طبعا زكرنا التفاصيل في أكثر من فيديو قبل ذلك يحضر العمال فالمدير نفس الكلام عند اتصال الفاء أيضا بكلمة تبدأ بأل لا تحزف هذه الألف بل تبقى لا تحزف ولكن أي تبقى هكذا فالمدير هنا حزفت فهذا الكلام طبعا هنا غالب طيب هنا أيضا حزفت الألف فهذا خطأ الآباء رحماء رحماء بالأبناء هل هذا سؤال طبعا خطأ هذا كلام ليس سؤال يعني نضع نقطة لأنها جملة تامة نقطة في نهاية الجملة تحدث المتهم قائلا أنا بريء ده كلام مين المتهم أي حاجة بتدل على القول أو السؤال وهكذا إذن نضع نقطتان رأسيتان إنسان طيب إنسان طيب كلمة طبعا هنا آدم يعني هنا الألف عليها مدة خلاص الألف عليها أي مدة وطبعا الحرف اللي هو الممدودة بحرفين المهم بكلمة آدم طبعا معروفة هكذا بالإي بالمد العمل مسئولية كلمة العمل بها ألف وصل أم همزة قطر بالطبع ألف وصل همزة قطر ما فيش أي همزة كما تلاحظ هذه ألف وصل انتقل إلى النشاط السادس مباشرة أكمل الجمل التالية بعلامة الترقيم المناسبة طبعا هذه التدريبات مراجعة شاملة من صاحب المصنع ده السؤال استفهام من هنا استفهامية من هنا استفهامية إذن من صاحب المصنع بيسأل إذن نضع علامة استفهام لأنه بدأ بأداة استفهام العلم كالنوري بس انتهى الكلام جملة مفيدة نضع نقطة ما أصعب الامتحان دي على طول يبقى هنا جملة تعجبية خلاص فنضع في أنها علامة تعجب فما هنا تعجبية انتبه وليست استفهامي ما أصعب الامتحان بتلاحظ دايما فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي مبنى على الفتح وكذلك هنا الامتحان مفعول به منصوب تلاقي فتح تلاقي الكلمة دي دايما تلاقي منصوبة يعني يقول جدي أو ترك بعد أي حاجة بتدلع القول قائلا يقول سألا قائلا وهكذا بنضع نقطتان رأسيتان يقول جدي الحياة ممتعة دا كلام الجد بالنص النشاط السابع صوب ما تحت وقت كما هو موضح بالجدول طيب نشوف بقى الكلمات الخطأ ونصححها مع بعض الاعتماد على الاعتماد على النفس أمر مهم ينادي به الآباء طبعا مكتوبة غلط كمت به بإذن الخطأ في كلمات به تهى الكلام غلط طبعا المفروض بتتكتب به كده به وتحتها كسرة هكذا إبقى إذن دي كسرة وليست ياء هذا خطأ به الآباء والمعلمون في كل طبعا الآباء خلي بالك هنا فاعل في كل العصور وهو يحتاج إلى إلى الايه الجراءة إلى الجراءة كلمة الجراءة دي مكتوبة غلط اللي هي الهمزة يعني مكتوبة على نبرة هنا غلط الجراءة طيب أموال الصفح تكتب على السطر الجراءة لماذا؟ لأن الهمزة مفتوحة الهمزة مفتوحة وقبلها ألف ومد فترسم على ما يناسب الفتحة طبعا فترسم على السطر بعد ذلك فكن معتمدا على نفسك أيها التلميذ واشتهد حر صن خلي بالك ده تنوين مش نون حر هو عاملها كده نون ده خطأ إنما الصحي حر صن هكذا التنوين نون ساكنة نون صحيح فعلا نون هي فعلا بتلحق آخر الكلمة ولكنها لا تكتب إنما تنطق تنطق ولا تكتب ده لإيه التنوين حرصا وأنا طبعا التنوين بالفتح فبنضع الألف الخاصة بالتنوين بالفتح الأصل الكلمة اسمها حرص ولكن في حالة التنوين بالفعل بنضع تنوين إيه بالفعل طبعا لو في حالة الضم هنقول حرصن هكذا في الكسر حرصن مثلا طيب بإذن الألف بتكون زيادة في حالة التنوين بالفتح فقط والتنوين أيضا شرحنا بأنواع وفي فيديو موجود على القناة أرجو أن ترجع لكل هذه الفيديوهات لتفهم أكثر فالنجاح وشرف عظيم كلمة النجاح هنا طبعا مكتوب خطأ لازم تكتب هنا الخطأ الأول وبعدين تصححه بقى هنا الفاء كلنا منذ قليل فاء إذا دخلت على كلمة تبدأ بأل هذه الألف تبقى ولا تحزف يبتحزف في حالة اللام النشاط الثامن طبعا هنا هنكمل بقى كلمة النجاح النشاط الثامن أطلب من ولي أمريكا أن يملي عليك الفكرة التالية أنا همليها لك تسمعها مني ويريد بقى تتملى ما تبصش في الكلام ده تتملى عطول بسمعني بس ما تبصش وشوف بقى بعد كده هنصوي مع بعض أخطائك وبعد الانتهاء انظر في الفكرة مرة أخرى وعرف أخطائك ثم أكون بإيه بتصويبها القراءة خلي بقى أكمل همزة ما تبصش على الفيديو أنا عايزك تتملى وتشوف بقى يعني اختبر نفسك القراءة وسيلة ضرورية لتحصيل العلم ممكن توقف الفيديو عبر ما تكتب وترجع تشغلتين القراءة وسيلة ضرورية لتحصيل العلم فصلة وهي التي تجعل الإنسان مثقفا وفاهما لما يحدث حوله وتجعله أيضا يفيد غيره فصلة منقوطة لذا لذا بنطلع السنة في الزال بقى دي الزال الصغيرة لذا عليك أيها الطالب الاهتمام بها لاحظ 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 الاهتمام بها وتخصيص الوقت لممارستها فصلة منقوطة وذلك يساعدك في بناء مستقبلك بس بعدك نقطة طبعا راجع بقى لما تراجع شوف الهمزة تأكد الهمزة هنا على السطر الهمزة على السطر لماذا؟ لأنها طبعا مفتوحة وقبلها القراءة التاء هنا تاء مربوطة عليها نقطة وسيلة وسيلة تاء مربوطة بس خلبي لك فيش نون وسيلة النون ديت عبارة عن التنوين تنوين بالضم ضرورية كذلك هنا لتحصيل العلمي وهي التي هي هي ي وعلى فتح هي التي تجعل الإنسان طبعا فيه هنا همزة همزة قطع في كلمة إنسان مثقفا طبعا ما تكتبش نون وفاهما ما تكتبش نون ده ده تنوين بالفتح وتكتب بعد التنوين بالفتح تكتب الألف لما يحدث حوله وتجعله أيضا تنوين بالفتح يفيده غيراه يفيده غيره غيره مش تكتبه هو بقى مش تكتبه وبعد اله لا ده ضميره وبعد كده ضمه ضمه على اله لذا عليك أيها الطالب كلمة الطالب بدون همزات طبعا الاهتمام طبعا ديه ألف وصل سواء في الأول أو في اللي هي كلمة اهتمام ألف وصل وليس تقطع مفعش همزات وتقصيص الوقت لممارساتها وذلك ذال صغيرة ذال يساعدك في بناء كلمة بناء الهمزة هنا متطرفة تكتب على السطر لماذا؟ طبعا هنا لا ننزل لحركة الهمزة مش مهم بتنزل لحركة الحرف اللي قبلها قبلها طبعا ألف مد فترسم على السطر بناء مستقبلك مستقبل طبعا مضاف إليه مجرور تابع معي الفيديو القادم بإذن الله وهو شرح النص الشعري وهو بعنوان عيون الحكم عيون الحكم درس مهم ونص شعري جميل تتعلم منه حكم كثيرة جدا سوف نقوم بشرحه ونقوم أيضا بحل التدريبات عليه درس مهم جدا تابعه معي الفيديو القادم ولكن في نهاية الفيديو طبعا أشكركم على حسن المتابعة والمواصلة حتى وصولك لهذه الدقيقة كنت وصلت لهذه الدقيقة فعلا فلك جزيل الشكر لمتابعتك الفيديو حتى نهايتي واكتب لنا في التعليقات وإن كان لديك أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا فنحن دائما في خدمتكم حتى التفوق والنجاح لكن لا تنسى الاشتراك في القناة ودعو أصحابك ودعو أصدقائك دعوهم طبعا إلى الاشتراك في القناة ولا تنسى الإعجاب والمشاركة الإعجاب بالفيديو ومشاركتهم مع الآخرين حتى يستفيدوا منه لايك وشير للفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم